أنتقل إلى رمالة أستاذ عبد الفتاح اتبعنا سيلا من التصعيد الإسرائيلي الخطير في الفترة الأخيرة في غزة وخارج نطاق القطاع إذن برأيك ما تبعاته على أزمة غزة وعلى المنطقة برمتها؟ مساء الخير لك ولضيفيك وللمشاهدين الكرام نحن نتبع هذا الجنون الذي تمارس حكومة ودولة الاحتلال هم يوفرون كل أسباب توسيع مساحة الصراع والحرب ولا يريدون حربا شاملة هم يتحدثون أننا نريد الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرة بينما يصر نتنياهو على الإبقاء على عدوانه على القطاع وعلى احتلاله الشامل لقطاع غزة وبالتالي نحن نحكم على أفعال هذا الاحتلال على الأرض كلها تشير إلى أنهم ماضون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وماضون في ذلك المقطط الصهيوني الاستعماري الكبير الذي يمتد إلى ما بعد حدود فلسطين وهو ما كنا نقوله من البدايات يعني نتنياهو يشكل خطرا كبيرا على المنطقة هو لا يعاد الشعب الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية وإنما أطماعهم ومشروعهم يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك وطالما أن هذه العقلية التي تحكم اليوم فنعم المنطقة لربما تكون في أي لحظة على بئر من البارود في ظل عدم توفر إرادة دولية حقيقية قادرة على إجبار نتنياهو يوقف عدوانه واحتلاله وفرض مصار سياسي يقودنا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وفي ظل ذلك الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية التي وإن لم ترد حربا شاملة في المنطقة خلال يومين كانت قد سيرت بارجتين يعني أنها توفر الحماية لدولة الاحتلال حتى وإن لم تكن معنية بحرب وبالتالي نتنياهو من يتحكم الآن بزمام الأمور الشيطانية التي لربما تقود المنطقة إلى انفجار أوسع مما هو عليه الآن خدمة لمشروعه خدمة لطموحه الشخصي بأن لا يغادر منصبه في الحكم في دولة الاحتلال وهو اليوم يتباهى ويقول أننا حققنا إنجازات كبيرة وأن القوى العسكرية استطاعت أن تحقق إنجازاتها نحن اغتلنا عدد من قيادات حماس في الصف الأول على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري نحن اليوم نسيطر ونحكم قبضتنا على قطاع غزة وبالتالي نحن من يجب أن يفرض شروطه سواء فيما يتعلق بالصدقة أو فيما يتعلق بالعدوان مع دول الجوار في المنطقة اشتركوا في القناة